عام 2020 عام فوضوي تماما بالنسبة للنظام الصحي بجزائر هكذا عنوى نارجي بارت مقالة وكشف وباو كوفيد 19 الضعف الهائل للمستشفيات الجزائرية وكانت المستشفيات المشبع والقذرة والغير المجهزة من بين أسوأ المستشفيات في العالم عام 2020 الدليل على ذلك أن الجزائر من بين أكثر 15 شعبا غير راضي في نظامهم الصحي عام 2020 حيث تحتل الجزائر في الواقع المرتبة 103 و50 من بين مئات و67 دولة حول العالم من حيث رضى المواطنين عن الرعاية التي يوفرها النظام الصحي في بلادهم هذا تصنيف الكارثي ليس مفاجأة نظرا للفوضى والتدافع الذي اتسمت به المستشفيات الجزائرية طوال عام 2020 في الجزائر حتى رئيس الجمهورية لا يمكن علاجه في المستشفيات في بلده بسبب تخلفها وسوء إدارتها والواقع أن عبد المجيد تابون هو رئيس الدولة الوحيد في العالم الذي تم نقله إلى ألمانيا لمدة أقل منها تقريبا لينقذ حياته ويستفيد من الرعاية الطبية التي تستحق هذا الاسم جمع هذا الترتيب خبراء مركز الأبحاث البريطاني المرموقة هو مركز أبحاث مستقل مقره في لندن ويموله صندوق الاستثمار الدولي وقد درج هذا التصنيف الدولي من قبل مركز الفكر البريطاني في تقريره الرئيسي المعنوى تقرير مواشر الازدهار ويقارن هذا التصنيف العالمي الكبير لدى نسب لكل بلد من حيث الازدهار العام الذي يقوم على 12 ركيزة كالصحة والتعليم ورأس المال الاجتماعي فضل عن عناصر الأخرى تقرير مرموق يعتبر مرجع عالميا يلقي الضوء على تطور غالبية بلدان العالم بسبب المنهجية العلمية ويستند هذا المواشر العالمي على ما يقل عن 104 متغير مختلف في مختلف أنحاء العالم